اكثر من تسعين قتيلا ضحايا اغتيالات مرتزقة الامارات في اليمن منهم ثلاثون قتيلا ائمة ونشطاء وسياسيون تم تصفيتهم عبر قتلة مستأجرين من قبل ابو ظبي خلال الثلاث السنوات الاخيرة دخلوا اليمن خصيصا لهذه المهمة حدث لم يعد خافيا والعدو لم يعد مجهولا ولا يحتاج لادلة او بيانات فيما ورد من اعترافات للقتلة وما صاحب اعترافاتهم من ادلة ووثائق تؤكد تورط الامارات في دماء اليمنين وتذهب بها بعيدا عن اهداف التحالف وطبيعة تدخله لكن الشرعية اليمنية ومنذ صدور التحقيقات لا زالت تتجاهل الحدث كما تتجاهل الحديث عن القاتل ظهر الشبح القاتل وكشف التحقيق الامريكي عن كل الاسئلة والغموض الذي لف عمليات الاغتيالات تحدث التقرير عن قيام الامارات بفتح الباب امام المرتزقة الذين تعاقدت معهم لتصفية من لا يرقون لها ومع ذلك لم يحرك الرئيس هادي وحكومته ساكنا فالحكومة تعيش اكثر حالة المهانة والاذلال كونها لم تستطع الدفاع عن اهم اولوياتها وهي سيادتها ومواطنها حزب الاصلاح الذي ينتمي له الكثير من الضحايا وبقية الاحزاب السياسية جميعهم ابتلعوا السنتهم عن جريمتين كان بوسعها ان تهز الضمير العالمي لو ان هناك من رفع صوته وطالب بمحاكمة الامارات وايقافها عن حدها منظمات وشخصية عدة اصدرت بيانات ومواقفة تندد بجرائم الاماراتين وعملياتهم خارج اطار التحالف التي مثلت بحسب قانونيين اعلى اشكال الانتهاكات الاورو متوسطي ومنظمة سام في بيان مشترك لهما اكد ان تجنيد الامارات لمرتزقة من اجل قتل مدينة في اليمن جريمة مشينة تستدعي المساءلة واكد التقرير ان تعاقد دولة الامارات مع مرتزقة امريكينا وفرنسيين للقيام باغتيالات مستهدفة لسياسين ورجال دينا في اليمن هو عمل مشين وتسييس معيب لنزاع يستدعي المساءلة يغيب اليمنيون بجراحهم دون نصير حتى من شرعيتهم التي اكلت تحالف لسانها وتركتهم يواجهون قاتليهم ومصائرهم دون سند بدءا من ميليشيا البوتي وانتهاءا بمرتزقة الامارات